أعظم ذنب بعد الشرك هو قتل النفس بغير حق قال عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون حتى قال ابن عباس رضي الله عنه ما في إحدى روايته القاتل لا توبة له ومعنى هذا الكلام مع أن له رأيً آخر مع جمهور السلف من أن صاحب الكبيرة مصيره إلى الجنة وأنه تحت رحمة الله عز وجل فقد يدخله الجنة قبل أن يعذبه على هذا الذنب العظيم لكن في إحدى روايتيه قال القاتل لا توبة له ليس معنى هذا أنه خالد مخلد في نار جهنم وإنما مقصوده كما قال شيخ الإسلام رحمه الله قال إن القاتل إن تاب فإنه إن قتل تتعلق به ثلاثة حقوق حق الله حق الأقارب حق هذا المقتول فالتوبة الصادقة ترفع حق الله عز وجل تفضلًا منه أما حق هذا المخلوق فلابد أن يأخذه وكيف يأخذه؟ يأخذه من حسناته قال رحمه الله ولذا رأى ابن عباس رضي الله عنهما أنه لن يبقى شيء من حسناته يعني من الطاعات لن يبقى شيء منها لأن الله عز وجل جعل قتل النفس بعد الشرك بالله عز وجل وبالتالي فإنه يعذب ثم يكون مصيره إلى الجنة فانظروا كون هذا الرأي يصدر من ابن عباس رضي الله عنهما يدل على خطورة قتل النفس التي حرم الله عز وجل قتلها بل قال بعض العلماء قال إن الوعيد والتهديد الواقع في قوله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما أنها تصدق هذه الآية على صنف قاتل المسلم من أجل ما يحمله من الإيمان فإنه ما قتله إلا لما في قلب هذا القتيل من الإيمان وإن كان الجمهور كما قال رحمه الله في الفتاوى يرون غير ذلك فما جرى من اعتداء صارخ على بعض إخواننا في الأمن هذا لا يقره شرع الله عز وجل وما رأيناه من تلك الصور المشينة والتي عملت باسم الدين هذا في الحقيقة فيه إساءة لدين الله عز وجل وليعلم أولئك أن هناك عذابا يترصد لهم كما قال عز وجل في سورة النساء فأين حق هذا القتيل وهؤلاء الشرطة وهؤلاء رجال الأمن نعرف الكثير منهم من أهل الصلاح من أهل الخير والاستقامة نعرف الكثير منهم فأين حق هذا القتيل وأين حق الله عز وجل وأين حق أقربا هذا القتيل فليتق الله عز وجل أولئك وقد تحدثت فيما مضى عن هذا الموضوع بإسهاب كبير كثير لكن هذا من باب التذكير واليعلم أيضا أن هذا الصنيع هو صنيع الخوارج وأحببت أن أوقفكم على مسائل مهمة تتعلق بهذا الأمر من هذه المسائل المتعلقة بالخوارج وهذه المسائل بها تربية لنا وبها تحصين لأبنائنا ولجيلنا في صيح مسلم يزيد ابن صهيب أبو عثمان الكوفي كما ذكر ترجمته الذهبي في سير أعلام النبلة الملقب بالفقير وليس الفقر هنا ضد الغنى لا وإنما كان يشكو فقار ظهره لمرض به قال كما في صيح مسلم قال خرجت مع جماعة إلى الحج وقد شغفت بمذهب الخوارج فيقول قبل أن نذهب إلى مكة ذهبنا إلى المدينة وإذا بجابر ابن عبد الله رضي الله عنه يذكر حديث الشفاعة حيث يشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا له أولم تقرأ القرآن لأنهم يرون أن صاحب الكبير مخلت في نار جاننا فقلنا له ألم تقرأ القرآن إنك من تدخل النار فقد أخزيته كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها فقال جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أولم تقرأوا في القرآن المقام المحمود الذي يعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذلك هو المقام المحمود ثم ذكر حديث الشفاعة قال فخرجنا فقال بعضنا لبعض أيكذب هذا الشيخ استفام هنا للجحد والنفي أيكذب هذا الشيخ يعنون بذلك جابر أيكذب هذا الشيخ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فرجعنا فلم يبق إلا واحد منا على هذا المدهب انظروا قال شغفتوا الشغف من أعظم درجات المحبة قد شغفها حبا وانظروا رعاكم الله إلى خطورة الجلوس والمكث مع أهل الأهواء من الخوارج وغيرهم فكيف أثروا في أبي عثمان الكوفي الفقير كيف أثروا فيه وعليه بهذا المذهب فإن هذا المقام يذكرني بأحد علماء الحديث من الرواة وهو عمران ابن شطان السدوس انظروا ولذلك واجب على هذا الجيل وواجب على كل منا أن لا يكون له علاقة أو جلوس مع هؤلاء من أهل الأهواء ممن يطعنون في الولاء أو في غيرهم لأن التأثير والتأثر بهم قد لا تسلم عمران ابن شطان هذا كان من رواة الحديث وكان عالم فعلم أن إشدى قريباته انظر حتى ولو كان أهل الأهواء من النساء وهن ضعفات انظر وهو عالم يعني عنده علم وعنده رواية بالحديث كما قال ابن حجر رحمه الله قال فعلم أن إحدى قريباته قد أخذت بمعتقد الخوارج قال فأراد أن ينقلها بالزواج بها أراد أن ينقلها من مذهب الخوارج فاناقلته هي إلى مذهب الخوارج حتى صار من رؤسائهم انظر بل هو الذي مدح عبد الرحمن ابن ملجم ذلكم الخارجي الذي قتل علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ومن المسائل المهمة في هذا الموضوع أن هؤلاء هم الخوارج أنه ليس لهم أصل أصيل ينطلقون من خلاله كيف يتتبعون المتشابه مع أن القرآن واضح عند البيهقي لما حدث عمران بن الحسين رضي الله عنه بأحاديث فقال ممن هو من أهل الخوارج قال إنكم لتأتوننا بأحاديث لا نسمع لها أصلا في كتاب الله فغضب رضي الله عنه وقال أفلا تفسر سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلام الله ولذلك عند البخاري أن ابن عباس رضي الله عنه ما سأله رجل قال ابن حجر رحمه والله في الفتح قال فلعله أن يكون نافع ابن الأزرق الذي هو رئيس الأزارقة من طوائف الخوارج انظروا بعض الناس يأتيه الحق واضحا بينا إلا أنه يبحث عن دقائق الأمور مع أن لديه أصلا أصيلة فكان يأتي إلى دروس ابن عباس رضي الله عنه ما في مكة وإذا به يلقي عليه المسائل والشبه الحق واضح ولذلك قال هذا الرجل وهو نافع قال إنه ليختلف علي كتاب الله سبحان الله يختلف عليك كتاب الله فقال ابن عباس رضي الله عنه ما قال لا يختلف عليك كتاب الله فإن الكل من عند الله من لدن حكيم علي فكيف يكون هناك اختلاف انظروا من يأتي من هؤلاء من أهل الأهواء بهذه الشبه مع أن لديه أصلا فاحذره ولتتنبه إلى خطورة أمره ومن المسائل المهمة التي يجب أن تذكر ويذكر بها أن البخار رحمه الله في صيحه بواب فقال باب من كره تكثير سواد الفتن والظلم السواد هنا الأشخاص كما قال ابن حجر رحمه الله قال باب من كره يعني من العلماء والكرهة تكون عند السلب بمعنى التحريم قال باب من كره تكثير سواد يعني أشخاص وعدد أهل الفتن وأهل الظلم ثم ذكر قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أناسا من المسلمين يكثرون فقط من حيث الصورة فقط يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلربما يصيب أحدهم السهم فيقتله فأنزل الله عز وجل الآية التي في سورة النساء انظر ولذلك بعض الناس وحتى في صفحات التواصل في تويتر أو في الفيسبوك أو في اليوتيوب أو في أي وسيلة من الوسائل إذا به يتابع من يعرف أنه من أهل الأهواء لما قال تكثير سواد تكثير سواد سبحان الله مع أنه لو نظر إلى هذا الشخص أو إلى هؤلاء الأشخاص إذا بهم لا يتابعون من لديه العلم المتين المعروف بحرصه على العلم الشرعي لما هذا هوى من هذا الرجل واحذر من هذا الأمر بعض الناس يقول تكثير سواد اتق الله عز وجل لا تكثير سواد أهل الأهواء ولا من في قلبه هوى ممن عرف والدليل قال ابن حجر رحمه الله قال ولذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا يعني من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كثر سواد قوم فهو منهم ومن رضي بعمل قوم فقد شاركهم قال ابن حجر رحمه الله وله شاهد من قول أبي ذار في الزهد عند ابن المبارك موقوفا ومن المسائل المهمة جدا هنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آمر بقتال الخوارج وقد ذكرت أحاديثة كثيرة في هذا فيما مضى لكن ما عدد هذه الأحاديث ممن رواها صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم اسمع قال ابن حجر رحمه الله في الفتح قال وروى تلك الأحاديث خمسة وعشرون نفسا من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكثرت الطرق بذلك عن علي وأبي سعيد وأبي بكر وأبي برز وأبي ذر وذكر جملة من هؤلاء قال قال مما يقطع به من أن هذا قد نطق به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن ما صفة قتل هؤلاء يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصيحين لئن أدركتهم لأقتلنهم قتلعات ما معنى هذا الكلام معنى أنه يقول عليه الصلاة والسلام كما ذكر ذلك ابن حجر رحم والله في الفتح قال من أنه لا يبقي منهم بقية كما لم تبقى بقية من عاد فهل ترى لهم من باقية قال ويحتمل أنه يكون من باب الإضافة إلى الفاعل لأن صفة عاد الشدة والقوة فيكون قتاله صلى الله عليه عليه وآله وسلم لهم بشدة وعنف وقوة كقوة عاد قال بدليل الطريق الآخر وهو في الصيحين قال لا أقتلنهم قتل ثموت ومن المسائل المهمة أيضا هنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وقد ذكر هذا كما عند مسلم قال هم شر الخلق والخليقة ووضحت ذلك فيما مضى من أن الخلق هم الخلق والخليقة هم الدواء يعني هم شر بني آدم وشر من يدب على الأرض ولذا جاء عند البزار وحسنه ابن حجر رحمه والله في الفتح قال الخوارج هم شرار أمتي ويقتلهم خيار أمتي قيل قيل لابن عمر رضي الله عنهما كما عند الطبر بإسناد صحيح وصححه بن حجر رحم والله في الفتح قيل له لماذا تقول إن الخوارج هم شرار الخلق والخليقة قال لأنهم ذهبوا إلى آيات من القرآن في الكفار فأنزلوها على المسلمين ومن المسائل المهمة جدا في هذا الباب أن ابن حجر رحمه والله في الفتح لما ذكر حديث حذيفة كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني إلى أن قال وبيّن دعاة الضلال في هذا الحديث فقال صلى الله عليه وآله وسلم إلزم جماعة المسلمين وإمامهم انتبه نُسب إلى أنه رحمه الله من أنه يضعف حديث تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وبيّنت هذا وكذبنا من قال بهذا القول من قول النووي في كتابه المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج وهنا يأتي التوضيح والتبيين فيما نُسب إلى ابن حجر رحمه الله مما لم يقله قيل إن ابن حجر يضعف هذا الحديث أو في الفتح بالتصريح الصحيح الواضح البيّن الذي لا غبار عليه لما قال تحت حديث شارحاً له فالزم جماعة المسلمين وإمامهم قال ابن حجر رحمه الله قلت انظر لو أنه قالها هكذا من غير أن يقول قلت قلت ربما أنه نقلها من أحد العلماء ونسي أن ينسبها لكن كونه يصر قال قلت فهذا يدل على لزوم جماعة المسلمين وإمتهم وإن عصوا قال وإن عصوا لما قال لرواية أبي الأسود وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ثم ذكر ما جاء عند أطبرني قال فإن كان لهم إمام فالزمه يعني اعتزل تلك الفرق والأحزاب وأهل الأواء فإن كان لهم إمام فالزمه وإن لم يكن قال صلى الله عليه وآله وسلم فالهرب ولذلك قال ابن حجر رحمه الله قال لأن الخروج على الولاة فيه تفريق لكلمة الأمة وفيه وقوع الفساد بين الناس انظروا هذا كلام ابن حجر كلام واضح ولذلك ذكر ما عند ابن ماجه قال صلى الله عليه وآله وسلم تعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل جذل وهو عود تحتك به الإبل حتى يأتيك الموت وأنت عاض عليه ذكر رحمه الله كلام البيضاوي قال مما يدل على أن من عض الشجر عليه أن يتحمل يتحمل ما يأتيه من شدة في الزمان إذا كفرت الأحزاب ولم يكن هناك إمام فليصبر كما يقال خلال يعض على الحجر من شدة الألم قال ابن حجر رحمه الله قال ويحتمل أنه يكون ملازماً للعض على أصل تلك الشجرة حتى يأتيه الموت ولا يذهب إلى أي طائفة من تلك الطوائف ولا إلى أي حزب من تلك الأحزاب قال ويدل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم عضوا عليها بالنواجز هذا كلام صريح من ابن حجر رحمه الله في تبيين هذا الباب ومن المسائل المهمة أنه كما قال ابن عمر رضي الله عنهما قال أتوا إلى آيات من القرآن في حق الكفار فأنزلوها في حق المسلمين سبحان الله أول أمرهم وذكرت ذلك وذكر أهل السير ذلك لكن ذكر أيضا ابن حجر رحمه الله في الفتح شيئا من هذا من أن هؤلاء لما جرى ما جرى اعتزلوا في منطقة مخالفين لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فمر بهم عبد الله ابن خباب ابن الأرث وكان واليا لعلي بن أبي طالب على بعض تلك البلدات فلما رأوه ومعه سريته يعني أما يتسر بها يعني جامعها وفي بعض السير قالوا إنها زوجته المهم أنهم أرادوا أن يقتلوه ظفروا بشخص هو هو يوالي لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو وال أو عامل من عمال علي رضي الله عنه فأرادوا أن يقتلوه وإذا بهم يمرون على طائفة من أهل الذمة وإذا برجل منهم يجد تمره فأراد أن يرفعها فقال بعضهم تورع عن تمرة هذا الذنبي فقال عبد الله بن خباب بن الأرد قال والله إن التورع عن دم أعظم من تورعكم من هذه التمرة قاموا فذبحوه وجزوا رأسه ثم أتوا إلى سريته وبقروا بطنها وأخرجوا جنينها ثم بعد ذلك قال علي رضي الله عنه لهم من قتله قالوا كلنا قد قتله فقاتلهم رضي الله عنه ثم لما انتهوا في عهد علي رضي الله عنه بقيت بقايا من حيث الداخل ممن بقي ولم يُعلن به نسأل الله يكفنا شر هؤلاء وشر أهل الأواء بقي طائفة مع علي رضي الله عنه في بلدته من عبد الرحمن بن ملجي الذي لا يذر عنه وإذا بعلي في إحدى صلوات الفجر إذا بهذا الرجل يقتله لأنه كان مندسا خفيا بين المسلمين ثم وخذوها في هذا الزمن واضح وأعطيكم ما وقع في الزمن الماضي لن يستفيد من الخوارج فيما يصنعونه إلا الرافضة لتعلم أن الرافضة ما خرجت إلا بعد خروج الخوارج لما خرجوا على عثمان خرجت الرافضة وعبر التاريخ اقرأ وستجد أن المستفيد الأول كما هو واضح في هذا العصر أن المستفيد الأول من الخوارج هم الرافضة شاءوا أم لم يشاءوا اعترفوا أم لم يعترفوا ثم بعد حين لما جرى ما جرى وانصاعت البلدان لابن الزبير رضي الله عنه ما عدا أهل الشام وهو مروان ابن الحكم إذا بطائفة من هؤلاء تعتزل وهم الأزارقة أتباع نافع ابن الأزرق ذهب بهم إلى العراق هذا الرجل الذي ذكرت أنه كان يجلس عند ابن عباس ويذكر له المتشابه ويقول إن القرآن يختلف علي انظر احفظ عقلك ووقتك من الشبه ومن الدخول فيها انظر كيف وقع هؤلاء رجل أراد أن ينقل قريبة له من مذهب الخوارج فتزوج بها فنقلته إلى مذهب الخوارج وهذا كان يجلس في دروس ابن عباس ومع ذلك أصبح رئيسا كما هو الحال في عمران ابن شطان السدوسي الذي أراد أن ينقذ قريبته أصبح رئيسا للأزارقة وإذا بنجده ابن عامر في اليمامة أيضا طائفة ولذلك قال ابن حجر رحم والله قال فنجد ابن عامر عظم بطائفته وبفرقته عظم البلاء بهم في الأمة ما الذي جرى قالوا سبحان الله قالوا إن من اعتقد عقيدتنا ولم يذهب معنا ليقاتل فوكافر وقالوا إن يد السرق تقطع من الإبط وقالوا من ترك الأمر بالمعروف فالنهي عن المنكر وهو كافر قال ابن حجر رحمه الله فعظوا ما البلاء بهم قال وهم عشرون فرقة بعض الناس يقع في الإثم العظيم من حيث لا يشعر تريد إلينا وتريد إلى كل من لديه هذه الوسائل تريد إليه صور وأحيانا مقاطع عن تلك الجرائم التي يفعلها هؤلاء إما برجاء الأمن أو ما ينقله هؤلاء من تحركات تتحركها الدولة لعدو في الداخل أو لعدو في الخارج وإذا بهم يصورون وينقلون وهذا سيحاسب عليه كل من فعل هذا الفعل لما لأن قضية إظهار التحركات أو الأحداث إنما هذا خاضع للمصالح والمفاسد والذي يعلم بالمصالح والمفاسد هم ولات الأمر إن رأوا المصلحة في الإظهار أظهروا أما أن يصور هؤلاء وتكون الهمة فقط التصوير وربما تصور أحيانا طريقة قتل هؤلاء المسلمين من هؤلاء الشرطة أو من رجال الأمن أو من غيرهم وربما لو كان حيا ما رضي بهذا فليجوز هذا الأمر ولذلك قلت لكم وأقول لكم إن هذا يخضع للمصالح والمفاسد حتى لأن بعضهم قد يقول إن هؤلاء الأعداء هم أعداء الدولة هم الذين يصورون صورا أو فيديو ثم هم الذين يرسلونها نقول لا تكون عونا لهم في ذلك لا تكون عونا لهم في ذلك ما يأتيك في جوالك فلا تنشره لا تنشره لا في وسائل التواصل ولا في غيرها وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاع به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لا علمه الذين يستنبطونه منهم يعني هو خير فينشر أم أنه شر فيكتب ولذلك ولذلك في الصحيحي النبي صلى الله عليه وآله 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 كما في حديث كعب قال ما غز غزوة إلا ور يعني لو أراد منطقة الشمال ذهب بجيشه من طريق الجنوب ليهم العدو وإذا به من طريق آخر يأتي إلى طريق جهة الشمال لكن لما وجدت المصلحة في إظهار غزوة تبوك للصحابة لم يوريها وضح لهم وهذا يدل على أن الأمر خاضع للمصالح والمفاسد من تحركات الدولة لصد عدوان في الداخل أو في الخارج أو صور معينة تبث انتبه لا تصور ولا تنشر حتى لا تكون معولة هدم ولنتق الله عز وجل فإنك ستحاسب من الجميع ليس من أولاة الأمر فقط أمام الله بل من جميع المسلمين بل من كل مسلم ليس من الضروري أن كل ما يأتيني في جوال أنشره ليست هناك مصلحة حتى في أمور الدين يا آخي لا تنشر أي شيء يعني كل ما أتاك نس ونص وإرسال ما الفائدة؟ ما الثمرة؟ انظر إلى المصلحة التي تعود عليك كشخص والمصلحة العامة التي تعود على أفراد الأمة واعلم أننا في خير وفي أمل نعمة من الله عز وجل والله إننا لفي نعمة قد يحسدنا عليها بعض من الناس أولم يروا أننا جعلنا حرما آمن ويتخطف الناس من حولهم سبحان الله ابن مسعود رضي الله عنه يقول كما عند مسلم السعيد من وعظ بغيره فتن أذكرها في دروس لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله لما قالوا عنه لما أتت بعض الفتن وبعض من يتحدث ويتبع أخطاء وزلات الولاة ماذا قال؟ قال انظروا إلى الواقع ماذا قال رحمه الله؟ قال أنا لا أدعي اسمه يقول ابن عثيمين هذا العلم المتين ما هو علم فقط من ذواتهم لا لأنهم قرأوا وعرفوا ما جرى فيما مضى فيما جرى في التاريخ وعرفوا النصوص الشرعية ولذلك ماذا كان يقول رحمه الله؟ يقول أنا لا أدعي أمامكم أني أعرف المصالح والمفاسد قال كلمة واحدة ما أجمل تلك الكلمة قال انظروا إلى الواقع واحكموا يقول لهم في ذلك الزمن انظروا إلى الواقع واحكموا حتى تعرفوا المصالح والمفاسد وأنا أقول في هذا المقام انظروا إلى الواقع في هذه السنوات وفي السنوات الماضية التي يعبر عنها نسأل الله السلامة والعافية التمليح لها بالربيع العربي انظروا إلى المفاسد والمساوة